من ضمن اسئلة انا قدمت في شركة فلاتر مية انا كنت رايح على وظيفة حسابات وسكرتاريا بس ثم حولوني على وظيفة خدمة عملة ان انا اكلم الناس اجمع التحصيلات واقنعهم برضو بفلاتر مية بس انا اول مرة اشتغل كول سنتر فتنصح نكمل في الشغل ولا لا ولا سيبه اول حاجة المفروض مدام انت رايح على وظيفة حسابات اللي خلاهم يحولوكي فدي نقطة ريت فلاج يعني اللي هو اللي يعملوا كده فده مكان اندكيتور ان هو مش مكان محترم الا لو هو مسامين خدمة العملة سكرتيرا وفي نفس الوقت خدمة عملة فهمها محلين الكلمة يعني عشان ما حدش يقولك سيلزو كده نصيحة مني مدام ده المتاحية بس انت اشتغليه الى ان تجدي فرصة عمل افضل ومدام كول سنتر يبقى كول سنتر بكول سنتر يبقى قدم في كول سنتر تاني على الاقل تلاقي واضح ولكن الى حين ده انا عاوزك تتعلمي ازاي ترد على العملة ازاي تعمل عامل غاضب ازاي هتدقفل في وشك فتتدايق لا مالش هتدايق فاتعلمي الخبرة بتاعت النوهة والحياتية دي لانها هتفيدك كتير جدا 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 في حياتك وهتطور جدا جدا من شخصيتك بشكل ممكن انك ما تكونيش واغد بالك منه وربنا وفقك وكتبلك كل خير بازن الله ودايما وانت شغالة دايما اندوري على ماء خدي خبرة ست الشهور وقدمي على شركات كول سنتر تانية بحيث ترتق شوية بعد كول سنتر تاخدي فيها عوضي مسلا سنة قدمي بقى على شغل في مجالك شوف انتي خرجت ايه عوزة تدرسي ايه فكل حاجات دي حاول انك تركز عليها وربنا وفقك واكتبلك كل خير يا بسانت وادعو لها ربنا يرزقها الرزق الحلال وبالتوفيق